حديث جايبالنا النهاردة وثيقة تاريخية وانا بحب الناس اللي تجيب حاجات تاريخية ايوة يا باش اشرحلنا ايه الوثيقة دي وطبعا مفيش حد مش عارف رفاع التهطوي او رفاع رافع التهطوي الراجل ده كان من تهطة يعني من قلب الصعيد وكان راجل مستنير وتنويري يعني هو كان خلقت ربنا كده مخه مفتح وعايز يغير الواقع اللي حواليه لانه هو بفطرته كان حاسس انه مش منطقي يعني اللي بيحصل حواليه ويعني اياميها محمد علي باشا توسم في ده فده من اوائل الناس اللي راحوا فرنسا وكان له اقاويل كتير جدا وندرسناها زمان في المدرسة وقارينا عنها كتير عن بقى تفكراته في الشعوب المستنيرة دي وانه ايه ده وان الناس بتصرف كده حلو وانه السقافة عنهم حاجة موهلة وكان محمد علي بعته اماما للمبعوثين في الخارج لانه هو كان رجل دين رفاع التهطوي على الفكرة اغي انتي تقول الحتة دي هو كان رجل دين هو رجل كان ازهري وكان حافظ للقرآن وكان مفسر وكان مفكر اسلامي وكان كل الكلام فلما بقى حاجة يعني واحد زي ده يتحدى العالم ويتحدى الانتراج يعني اللي هو المحيط به المجتمع المحيط به والفكرة المحيط به والثقافة المحيطة به ويكتب بوثيقة زواجه بايده كان متجوز بانتخاله فلما يكتب على نفسه الوثيقة دي انت عايزة تقوليلي ان رفاع رفاع التهطوي اللي هو كان 1800 او حاجة ايو يعني 1815 عامة 1840 ما هو نهاية الدولة بتاعت محمد علي في الوقت ده الراجل ده حط شروط في الزواج بتاعته بنفسه ده حط شروطه على نفسه يعني هو اتكلم الوثيقة معانا هي على الهواء اه اتكلم عن اللسان هو على الفكرة هي مكتوبة بطريقة اوضح في ورقة تانية فياريت لو يجيبوها لان دي دي الوثيقة الاصلية دي الوثيقة الاصلية اه دي الدكتورة مايا مرسي النهاردة الحقيقة هي عملت لها بوستنج او مبارح فاعجبتني اويا اشان او كده قلت اجيبها نعرضها للمشاهدين طب نقراها انا مش شايف بس ياريت حيكتب يشايفها وتقريها اه كتبت تهطاو في عقد قرانه على زوجتي عام 1840 ما نصه هي مش مضوعة عند حررتك لا يا فندي اه اوكي التزم كاتب الاحرف رفاعة اه بدوي رافع لابنة خالاته المصونة الحجة كريمة بنت العلامة الشيخ محمد الفرغالي الانصاري ان يبقى معها وحدها ده هو الراجل كاتب على نفسه الكلام ده ايوا يا فندي ده غريب ان يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة اخرى او جارية ايما كانت يعني حتى ملكة الايمان هو قفلها على نفسه اه يعني الوقتها كممكن واحد يجيب جواري هو قفل على نفسه ويجيب جارية ايوا غريب وعلق عصمتها على اخذ غيرها من نساء او تمتع بجارية اخرى يعني ايه بس بفصل الحتة دي استاذ عمر فصل يعني لو لوخات جارية او زوجة اخرى تبقى هي خلاص خرجت من عصمته يعني امرأة تبقى طالق هي لا الحق في تطليق نفسها لا هي علق العصمة يعني خلاص هي تبقى اوتوماتيك 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 تبقى خلاص خارج عصمته غريب فاذا تزوج بزوجة اخرى ايا ما كانت كانت بنت خاله بمجرد العقد خالصة خالصة بالثلاثة وكذلك يعني بينونا كبرى يعني ايوا وكذلك اذا تمتع بجارية ملك يمين يعني كان ممكن الراجل يبقى عنده جارية ولكن وعدها وعدا صحيحا لا ينقض ولا يخل انها ما دامت معه على المحبة المعهودة مقيمة على الامانة والحفظ لبيتها والاولادها والخدمها والجواريها ساكنة معه في محل سكنها لن يتزوج بغيرها اصلا ولا يتمتع بجوار اصلا بجواري اصلا ولا يخرجها من عثمتي حتى يقضي الله لاحدهما بقضاء رفاعة بدوي رافع 14 شوال 12 55 شايف الراجل الكمل شايف الراجل الكمل ده من كم سنة دي كده 1840 40 يعني من كم سنة متين سنة 102 سنة واحنا النهاردة بننايش اذا كان ينفع ان نحط شروط ولا لا ما هو ده بقى الساسبنز بتاع الزمن اللي احنا بيه يعني اشتركوا في القناة